موسيقى مشاهدين اهلا بيكم في تغطية جديدة ولايف جديد على موقع صدر البلد بالتأكيد اصفر زلزال تركية عن تضرر كتير من الاسر ولم يتوقف الامر عند الاسر التركية فقط بل طالت زلزال المدمر جنسية مختلفة وفي الساعات الماضية اللي فاتت اطلقت اسر مصرية استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتدخل وزارة الهجرة لانقاذهم فتعالوا نتابع تطورات الزلزال في تركيا وتطورات تدخل الجهات المسؤولة لانقاذ الاسر المصرية وجهت فتاة مصرية تدعى مريم اسامة في تركيا رسالة استغاثة عبر صفحتها على فيسبوك وكتبت مريم في الرسالة نداء استغاثة يتلحقوني يا متلحقونيش انا منظن ان يجيين من الزلزال في ولاية عثمانية شارع يونس بيت رقم 9 ايضا وضحت انهم عائلة مصرية بتعيش في الشارع منذ اربعة ايام وسط الزلزال والمطر والتلج وقلة الاكل وكمان البرودة قالت كمان انها لا يستطيعون الخروج من العثمانية والانتقال لمكان اخر بسبب تشقق الارض والشوارع وتوقف وانعدام الامور الورية اللي ممكن تنقلهم لمكانتين وطلبت مريم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التواصل مع تجمعات لاغازة الناجيين من الزلزال لمساعدتهم وانقذها وبعد هذه الرسالة تم التواصل لمريم واسرتها وكتبت الحمد لله يا جماعة الاستغاثة وصلت لنا انا مش عارف اقول ايه والله العظيم الاستغاثة وصلت اسرع مما اتخيل مش عارف اقول ايه لكمية الناس اللي استجابوا للاستغاثة وضحت ايضا واكدت مريم ان وزيرة الهجرة المصرية قامت بالتواصل معاها بشكل شخصي وجهد بتقديم الشكر والتأدير للحكومة المصرية وسيادة وزيرة الهجرة والاستاذة مها سالم المستشار الاعلامي لمكتب سيادة الوزيرة والسفارة المصرية في تركيا على سرعة الاستجابة للاستغاثة والتواصل المستمر معاهم حتى تم انقاذهم ومن جانبها وجهت السفيرة سوها جندي وزيرة الهجرة رسالة طم انا واكدت ان تم التواصل مع مريم وصرتها فور نشرها الاستغاثة وتم ابلاغ ارقام الطوارئ التركية ايضا اكدت انها قامت بالمتابعة حتى وصول الاغاثة لنقل الاسرة لمدينة اخرى بعيدا عن الخطر تماما واكدت ان تم التواصل ايضا مع الاب الاستاذ اسامة شوكت للاطمئنان على الاسرة موضحة ان المصريين في تركيا يقفون بجانب بعضهم وتقدمت احد الاسر المصرية باستضافة اسرة اسرة استاذ اسامة في مدينة قوينة اللي حين استقرار الى اوضاع من ناحية تانية مازال في صعوبات كتيرة بتواجه الاهالي في تركيا واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن ارتفاع ضحايا الزلزال الى نحو 19 الف قتيل فيما تم انقاذ اكتر من 75 الف واجلاء 76 الف اخرين قال اردوغان كمان بحسب وكالة العناطول الرسمية ان تم اجلاء اكتر من 76 الف شخص من ضحايا كارثة الزلزال الى ولايات اخرى واكد ان السلطات هتتضمن انتقال المواطنين اللي لا يريدون البقاء في الخيم الى منازل وتتكفل بدفع ايجار السكن لهم لمدة سنة كاملة اشار الرئيس التركي كمان الى اصدار اوامر للخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال مجانة كاشفا النقاب عن اعداد اعداد برنامج شامل سيتضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال واعلن وزير البيئة وتطور العمراني التركي مراد سابقا ان بلاده تستعد لاطلاق اكبر حملة اسكان في تاريخها في عشر ولايات تضررت من الزلزال وقال كمان في مؤتمر صحفي بولاية غازي الذي اتضررت بشدة بفعل الزلزال سنطلق اكبر حملة لبناء المساكن من بعد اكبر كارثة في تاريخ الجمهورية بطريقة متزمنة في ولايتنا العشر المتضررة افاد كمان الوزير التركي بان عدد المباني المنهارة او متضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة بلغ 12.141 مبنى وتضاعف فرق الانقاذ في الجهود بحثا عن ناجيين تحت انقاض الزلزال رغم ممرور نحو 100 ساعة على وقوع الكارثة المفجعة ورغم الجهود المبذولة من فرق الانقاذ الى ان البرد والخفض درجات الحرارة يشكل بشكل كبير عامل صعب من صعوبات الوضع ويسبب تراجع الامال في العثور على احياء في احد اسوأ كبارث المنطقة منذ قرد في النهاية بنتمنى ان تمر هذه الازمة على الشعب التركي وكل المتضررين بسلام وايضا الشعب السوري اللي بيعاني من نفس النكبات بل اسوأ ايضا بتمام حضراتكم كل جديد بما يخص هذه القضية او القضية الاخرى نشكركم جدا على حسن المتابعة والى اللقاء